نستكمل عز الدارس لموضوع صاف الدخل من الاستثمارات احنا حكينا ان شركات التأمين الاموال اللي تتخللها من الاقصاط المسددة لا تبقى في حساباتها الجارية وانما تستثمرها النوع الاول من استثمارات احنا قلنا بالنسبة للاستثمار في العقار وقلنا انه مربح بدرجة كبيرة النوع الثاني وهو عملية اقراضها بضمانات واني احنا نكون سمي ثانيا العائد اللي هيكون وهو فوائد القروض طبعا بالنسبة لفوائد القروض ومعالجتها محاسبيا شوف عز الدارس انت الان يعني هيك تخيل نفسك شغال في دفاتر شركة التأمين وشركة التأمين المبالغ اللي عندها اقرضتها وهناك فوائد على القروض فكيف يتم معالجتها محاسبيا شوف عند الاقراض ايش هيكون القيد المحاسبي من حساب قروض بضمان اوضح الضمانة تمام الى حساب الصندوق او البنك انت الان في دفاتر من شركات او شركة التأمين طيب هذا عند الاقراض عند التحصيل عندما احصل القرض من حساب الصندوق او البنك الى حساب قروض بضمان طيب عند استحقاق الفوائد اوكي العملاء اللي اقترضوا مننا رح يدفعوننا فوائد عند استحقاق الفوائد ايش هيكون القيد من حساب فوائد قروض مستحقة الى حساب فوائد القروض اثبت قيمة الفائد المستحقة طيب عند تحصيل الفوائد ايش هيكون القيد المحاسبي انا عم بحصل هيكون من حساب الصندوق او البنك الى حساب فوائد قروض مستحقة اثبت المبلغ الذي تم تحصيله طيب بالنسبة لي اقفال حساب الفوائد شوف عز الدارس انا الان عند استحقاق الفوائد ايش قلت من حساب فوائد قروض مستحقة الى حساب فوائد القروض عند التحصيل من حساب الصندوق او البنك الى حساب فوائد قروض مستحقة اذا لاحظت عز الدارس ان حساب فوائد القروض مستحقة خلاص بهذه الطريقة بيكون ايش مقفل طيب إيش بيبقى لحساب في هذا العملية حساب فوائد القروض يقفل وين في حساب صافي الدخل في نهاية السنة المالية كيف رح يكون القيد أنا عم بقى يتم إقفاله أنا عندي إلى حساب لما قفله إيش بصير هو دائن لما قفله بصير مدين من حساب فوائد القروض إلى حساب صافي الدخل من الاستثمارات إذا لاحظت عن هذا الدارس أن إيرادات العقار وين قفلته الإيرادات الناتجة أو صافي الإيرادات الناتجة في حساب صافي الدخل من الاستثمار وكذلك فوائد القروض تمام وين قفلته في حساب صافي الدخل من الاستثمار وأثبت المبلغ إذا الآن عزي الدارس بالنسبة لفوائد القروض المتعلقة بعملية استثمار الأموال الناتج عن سداد الأقصاط عندي معالجات مخاسبية عندي عند الإقراض عند تحصيل القرض عند استحقاق الفوائد لا أخبط بين تحصيل القرض وتحصيل الفائدة إذن عند استحقاق الفائدة لازم أثبأ عمل قيد محاسبي وعند تحصيل الفوائد وفي النهاية خلص حصلت الفوائد في نهاية السنة لازم أغفل حساب فوائد القرض لأنه هو الذي يمثل الإيراد الناتج عن استثمار المبالغ المستنومة من الأقصاد تمام في حساب صاف الدخل من الاستثمارات